كذلك وأن أغتال من تحتي طبعاً اللهم احفظنا بين يدي يعني من أمامي ومن خلفي هذا معروف عن يميني عن شمالي من فوقي أن تنزل عليها صاعقة أن ينزل عليها هدم مثلاً يسقط عليها شيء وأن أغتال من تحتي قال أن أغتال من تحتي العلمة لهم أكثر من تفسير في قضية أن أغتال من تحتي قيل من الجن قيل من الجن وقيل اغتيال من التحت مثلاً ذكر بعض العلم المعاصرين مثل التفجيرات هذه نسأل الله العافية والسلام الألغام هذه التي تزرع أو شيء من هذا القبيل وقيل السقوط مثلاً يعني يموت الإنسان بشيء يسقط فيه من وهو يمشي مثلاً في حفرة أو في شيء معين أو في خسف أو شيء من هذه الأمور عموماً هذه الأدية أدية عظيمة ترجمة نانسي قنقر